الحمري العربية معنا من عدن المحلل العسكري اليمني العميد الركن علي ناجي عبد عميد علي مرحبا بك معنا في نشرة المساعلة العربية بداية وفقا لمعلوماتك هل دخلت معركة الحديدة مرحلة جديدة وما سر هذا التقدم خلال الساعات الأخيرة في معركة الحديدة بداية نحييكم والأخوات المشاهدات والمشاهدين في كل مكان وفي مقدمتهم أهلنا في مدينة الحديدة والمديريات المجاورة لها نحييهم على صمودهم على تعاونهم الوثيق الكبير الصادق مع المقاومة الجنوبية والتهامية وحراس الجمهورية مما أدى إلى تحقيق مثل هذا الإنجاز السريع في أيام قليلة وبخسائر أقل طبعا معركة الحديدة أزفت لأن تحقق بإسقاطها أو بإستعادتها بشكل دقيق يعني استعادة وليس إسقاط فقد سغطت بعيد الإنقلابيين واستثمروها بشكل فج لمصلحة إطالة أمد الحرب لا لمصلحة الشعب اليمني في الشمال أو في منطقة عميد علي نحن الآن هل نتحدث عن إنجاز نوعي سيكون له مفاعله في المستقبل وهل تعتقد فعلا أن الحوثيين سيتخلون عن الحديدة بسهولة أم لا المعركة ستكون شريسة جدا السؤال في الصميم حقيقة بحجم أهمية الهدف لمدينة الحديدة بالنسبة للحوثيين الحديدة جعلتهم يصمدون لفترة طويلة هذه الثلاث سنوات أو أكثر من ثلاث سنوات فقط بحكم سيطرتهم على منفذ الحديدة وباستثماره بشكل مصلحة إطالة أمد الحرب أو مصلحة ما يسمى المجهود الحربي إذن لكن هنا حصل بحكمة ما تعقق من إنجاز سريع حصلت إرباكات شديدة في أوساط الحوثيين فيما ذا صغلت هذه الإرباكات بدأ نهب المقدرات الحكومية أولا المؤسسات العامة وحتى الخاصة ومخازن الميناء وبدأ تهريب كثير من المواد باتقاس نعاء هروب حقيقي هنا عندما نتكلم عن الانهيار هنا حصل الانهيار الحقيقي أمام هذه التحركات عميد علي ما قدرت الحوثي على الصمود أمام السيطرة النارية كما يقال للشرعية هنا نقول نصل إلى هذه إذا استغلت هذه فتة الإرباكة الشديدة التي أصيبوا فيها نتيجة المفاجئة الشديدة بتحقيق تقدم 72 كيلومتر ووصول إلى مشارف مطار الحليدة هذا هو ضرف مهم جدا يسمى البداية التواصل الانتصارات تطوير الانتصار تطوير الانتصار بوصف هجمات باستخدام قوة احتياطية لتطوير مثل هذه النجاحات فيما إذا استغلت سيكون فعلا إسقاط الحليدة بشكل بوقت أقصر وبخسار أقل لكن إذا أعطيت فرصة لأن يستعيدوا الأنفاس ويتجاوزوا الصدمة الحقيقة ستتحول الأمر إلى حرب شوارع ولهذا نحن نوجه دلائنا لأبناء الحدد للتعاون مع المقاومة مع الجيش الوطني مع المقاطدين حتى لا تتكرر ما حصل في مدينة عدن وما حصل في مدينة عدن من تدمير من عدن المحل عسكري اليمني العميد دركن علي ناجع بيت شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة شكرا